بسم الله الرحمن الرحيم بسم المبدئ المعيد المحي اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد عدد قطر الأمطار وصلي عليه عدد أوراق الأشجار وصلي عليه عدد دواب القفار وصلي عليه عدد دواب البحار وهكذا وكما رأينا قد اجتاز موسى والخضر أولى رحلاتهما ورأينا كيف لم يطق موسى صبرا عندما رأى الخضر وهو يفقب السفينة وأسرع يقول له لقد جئت شيئا إمرأ ولكن الخضر ذكره بحديثه وعهده معه واعترف موسى بخطأه وسامحه الخضر وأكمل معن السير بعد أن نزل من السفينة يوشع يوشع قال يوشع ماذا تريد؟ هل حقا حدث ما رويته للعبيد بخصوص رحلاتك مع موسى؟ نعم هل حقا حدث هذا أم لم يحدث؟ وقال لك موسى أن تقص علينا هذه القصة كي لا تضعه في موقف محرج إنني لا أكذب وموسى يأمرنا كذلك بأن لا نكذب إذن أين موسى الآن؟ لقد تركته مع الخضر أعطيني قليلا من الماء ألن ينتهي هذا العذاب؟ إلى متى سنظل هكذا؟ نمرض ولا نجد الدواء؟ إننا عندما كنا في مصر تحت حكم الفرعون كنا إذا مرضنا كان الكهنة يداوننا كنا عبيدا واصحا ولكن المرض استعبادنا لن ترى أعيننا مملكتنا التي وعدنا بها موسى سوف نموت جميعا ونتفن في هذه الصحراء وقال آخرون إنما سمي الخضر بالخضر لأنه أينما يصلي إخضر ما حوله هل حقا موسى نبي الله؟ قال يوشع نعم وهل رأيت الأعجيب حقا؟ إنني وجدت الحوت المملح تعود إلي الحياة مرة أخرى بعد أن كنت أمسكه بيدي وكان في نيتي أنا وموسى أن نأكله في الغداء تخيل حوت مملح تدب فيه الحياة مرة أخرى ويقفز في مياه البحر ويسبح ألم يكن سحرا؟ ليس بسحر أنك لم تر ما رأيت والأعجب أمرا الخضر وهل العبد الذي وجدته أنت وموسى هو الآخر نبي؟ لا أعلم وصار الخضر ومعه موسى وأكمل سيرهما إلى ثاني قصصنا ألا وهي قصة الغلام من الذي أتى بهذا الصنم إلى هنا؟ من أين أتيت بهذا التمثال؟ هل هذا الصنم يخصك؟ نعم أعدت لعبادة الأصنام مرة أخرى؟ ومن قال لك إنني تركتها؟ ألم يخرجنا موسى من هذا الشرك؟ يخرجنا؟ لقد أدخلنا فيه مرة أخرى إنني لا أصدق ما أسمع وأنا لا أصدق موسى في أي شيء يقوله تبا لك أتشتمينني أيها المرأة؟ أتصفعني لأنني أقول الحق؟ الحق؟ وأين هو الحق؟ أين؟ وهل هذا هو الحق؟ هل هذه الخيمة ما وعدنا موسى بها؟ موسى الذي هرب في نهاية الأمر؟ إنك من صنعت هذا الصنم بيدك لم يخرج عبد واحد من مصر ومعه صنم نعم لقد صنعته بنفسي إنني أريد أن أرى إلهي أمام عينيه أريده أن يراني وأنا أبكي له أريده أمامي وجها لوجه سامحك الله على ما تقول ودخل الخضر ومعه موسى إلى القرية التي بها الغلام ثاني مهام الخضر التي دخل القرية من أجلها هذا ما حكمت به على نفسك إن أمسك بك حسنود هيا فلتطر بي عشر مرات متتالية دون أن تستريح وهذا هو حسنود غلام الخضر الذي قطع الأميال من أجله فلتنادي على حسنود كي يأكل معنا أتركه يلعب مع أصحابه وعندما يشعر بالجوع سيأتي ويأكل آخ لقد أذقني هذا الغلام ما لم يذقه ابن لأب من قبل فلتدع له بالهداية إنني دائما أدعو له بالهداية ولكنه ما زال كما هو سوف تمر الأيام وينصلح حاله آه ها أنا صابر حتى ينصلح حاله لا تقص عليه يا ميلاس فليس لنبن غيره إنني لا يطاوعني قلبي على فعل هذا العمل مع أنه يستحق القسوة عليه لقد أكد لي يوشع أنه رأى كل ما قاله للعبيد بشأن موسى والرجل الذي لاقاه وسط البحر وهل رأيت بعينيك هذا الرجل؟ لا إذن فكأن شيئا لم يكن ولكنكم أيها الرجلان قد رأيتما أكثر من ذلك على يدي موسى ومن الممكن أن يكون موسى قد صحر يوشع نعم مثلما صحرنا قبله ألم يكن في مقدور موسى أن يذهب بمفرده إلى هذا الرجل؟ بلى إذن فلماذا أخذ معه يوشع؟ نعم، لماذا أخذ يوشع؟ أقول لك حتى يعود يوشع ليقص علينا هذه القصة كي نؤمن بموسى إن موسى لا يكل من الدعوة ونحن لن نكل إلى أن يصمت هو عن هذه الدعوة أنت صباحا يا جودة؟ أهلا أهلا بكي، ماذا حدث مرة أخرى؟ إن مقبض السيف قد.. قد.. إنني.. إنني.. لقد.. لقد جاءت لتحد السكين نعم، نعم، لقد جاءت ليأسنا السكين ماذا حدث للسيف؟ لقد انكسر مقبضه مني ألا تجيد صنع السيوف يا جودة؟ إن العيب ليس من جودة هذه المرة أنا من تعاملت مع السيف بخشونة وانكسر مني لا عليكي، سأصلحه لكي من أجل خاطر أختك هل انتهيت من صنع الحذاء؟ أجل تفضل لقد صنعته بمهارة مبارك عليك الحذاء تفضل يا ميلاس، هذا ما اتفقنا عليه ثمناً للحذاء ألن تعد النقود؟ حقاً إنك عبد طيب لا أدري من أين أتى ابنك حسنود بهذه الطباع اضع الله أن يهديه اللهم اهدبني حسنود اللهم اهده اللهم اهدبني حسنود الى أين أنت ذاهب؟ ليس لكي شأن إنك تخرج ولا تأتي إلا في الفجر إنني حر وما ذنب أبيك فيما تفعل إن أباك يكبر ويريد أن تقف معه في عمله وهل ترغبين أن أعمل صانعاً للأحذية مثل أبي؟ إنها نعمة من الله فهذا العمل هو الذي يطعمنا جميعاً لن أعمل صانعاً للأحذية إذن فاعمل أي عمل آخر؟ وليما أعمل؟ هيا فلتعطيني نقوداً ليس معي شيء لا تجذبي علي ليس معي إلا ثمن البداعة التي سيشتريها أبوك غداً لعمله صحقاً لك ولهذا المسمى أبي أعطيني نقود أتق الله فينا لماذا تفعل هذا بنا؟ إننا والدك أتق الله؟ فلتشكياني لله ربكم الذي تعبدانه ونرى ماذا سيفعل معي إنك تأخذ النقود لتلعب بها الميسر والميسر حرام حرام يا ولدي لا يوجد حرام ولا حلال إلا عندكما أما أنا فليس عندي حرام ولا حلال سامحك الله يا ولدي سامحك الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم المميت الحي القيوم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار وصل عليه بالغدو والآصام وصل عليه عدد الرمال وصل عليه عدد النساء والرجال وأما حسنود فلم يكن يعلم ما يخبئه القدر له وكم من غافل أتت ساعته ولم يدر بها حسنود ألم أطلب منك يا ولدي ألا تدخل علينا بعنف هكذا؟ هذه هي طريقاتي ولن أغيرها فليرحنا الله من هذا العذاب فليرحنا الله من هذا العذاب رحمة 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 ايه أجئت إلى العمل لتنامي لم أستطع النوم من حسنود أفن لحسنود نعم أفن له أنا إن كان لي أب وأم مثلك ومثل ميليس لوضعتوهما فوق رأسي يكفي ما يقال عنكما في القارية لا ننال أي قصة من الراحة في وجوده وها أنا كما ترين أساعد أباه في العمل لأن الحياة أصبحت صعبة وهو يأخذ مننا وينفق ولا يشعر بنا آه لا أعلم من أين أتى هذا الغلام حمدا لله على كل شيء متى جئت أين كنت 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 أين كنت 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 أشار البيض والخبز فقط نعم فقط إن كنت تحبينه فقولي لي أعترفي ومن هو الذي أحبه؟ الذي تذهبين إليه كل يوم إنه عبد طيب ولكنه يتصرف بغرابة ها أنت قد اعترفت بحبك له اعترفت؟ لا إنني لم أحبه بعد ولكنه أول رجل من بني إسرائيل أسمع منه كلاما رقيقا إنه حقا حلو اللسين بنت لقد عاودني الألم مرة أخرى ماذا بك؟ لقد عاودني ألم الظهر أعطيني يدك خففي من ضغط أصابعك لا تقلق ستشفى بإذن الله إلى متى ستظل هكذا يا حسنود؟ آه آه يا ظهري من هذان الرجلان؟ من هذان الرجلان؟ في مثل هذا اليوم أخرجنا موسى وربه من مصر نجان من فرعون ليلقينا في الصحراء وماذا بعد الصحراء؟ الموت الغبي أنا لا أريد أن أموت قبل أن أرى وطن بني إسرائيل إذن فستعيش كثيرا جدا ولن تراه إذن فما الداعي للاحتفال بهذا اليوم؟ قل هذا لمن يحتفلون بهذا اليوم أنا لا أحتفل هل حملتي بالفعل؟ أنا أنا حامل سأكون خالة؟ ستكونين خالة ولكن ولكن أنا كذلك أريد أن أكون خالة ماذا تقصدين؟ وهل هذا الأمر يحتاج إلى توضيح؟ هل تريدين أن أتزوج أنا أيضا؟ فلتتزوجي يا أختاه حتى يكون لطفلي أولاد خالة إنني إنني أعلم كل شيء ولكنه حتى الآن لم يصرحني بشيء اجعليه يقولها كيف؟ قليلاً من الدلال وقليلاً من المرح مع الاهتمام به يالك من فتاة اتق الله فينا يا ولدي ولا تفعل مثل هذه الأمور فلتسجدي للصنم إني لا أسجد إلا لله رب العالمين ربي وربك ورب هذا الصنم الذي لا ينفع ولا يدر إنك حقاً قد فقدت عقلك مثل هذا المسهمة أبي لا تكن عاقاً لوالديك يا حسنود أسجدي للصنم لن أسجد لن أسجد أسجدي أسجدي سامحك الله يا حسنود سامحك الله إلى أين تأخذني يا يوشع أتبحث عن أحد ما قال يوشع ليتني أجده حقاً من هو قال يوشع موسى والخضر كلما أركب مركباً أتذكر الرحلة وما كان من أمرهما إن الأمور التي حدثت لم تكن من فعل البشر حقاً إنها من فعل السحر قال يوشع ليس بسحر إنك لم تر ما رأيت إنني وجدت الحوت المملح تعود إلي الحياة مرة أخرى بعد أن كنت أمسكه بيدي وكان في نيتي أنا وموسى أن نأكله في الغداء تخيل حوت مملح تدب فيه الحياة مرة أخرى ويقفز في مياه البحر ويسبح حقاً إنه أمر عجب قال يوشع والأعجب من ذلك أمر الخضر كان يعرف موسى جيداً عالمنا مليء بالخبار قال يوشع بل قل بالمعجزات أين أنت يا موسى أين أنت يا نبي الله لقد اشتقت إليك حقاً يا ترجمة نانسي قنقر إنه أبركي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكان على موسى أن يقولها أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد شئت شيئاً نكراً أي منكراً وهكذا نسي موسى للمرة الثانية ووقع في الخطأ بعد أن رأى ما حدث للغلام لقد قتله الخضر أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد شئت شيئاً نكراً أي منكراً وغضب الخضر مما قال موسى قال الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً وترددت الكلمة في أذن موسى لن تستطيع معي صبراً وتذكر طلب الخضر منه عندما اشترت عليه أن لا يسأله شيئاً طوال الرحلة مما سيرى حتى يحدث له منه ذكرى يتردد يتردد الكلام في أذنيه لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى لقد تسرع موسى وسأل الخضر قبل أن يقول له الخضر سبب ما فعل من تلقاء نفسه تسرع موسى وأخطأ ونسي العهد وعلم موسى خطأ وعاد إلى الخضر وقال له الخجل وعلوه إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً قال الخضر ها أنت قد حكمت على نفسك ألم ينتهي هذا العذاب؟ إلى متى سنظل هكذا؟ إن العمر يمر والسنون تتوالى وراء بعضها البعض ونحن كما نحن لم يتغير شيء لقد فاشل موسى في إيجاد مملكة لنا صحقاً لنا؟ كيف سمعنا كلامه وخرجنا من مصر؟ يا ليتني لم أخرج منها وأنا أيضاً إنني كنت مرتاحة عندما كنت في كنف فرعاون نعم، رغم الذل والعبودية التي شربناها منه أين فرعاون وأيامه؟ أين فرعاون وأيامه؟ لقد خسرنا حقاً عندما خرجنا من مصر من الذي قتل هذا الغلام؟ إنه حقاً شيء فضيع، لقد تلقى ضربة قوية على رأسه لقد تهشمت جمجمته هل تعلم من هذا؟ إنه حسنود، ابن ميلاز صانع الأحذية أجل إنه حسنود يا ربما ولد شكراً للمشاهدة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار إن تصرفات العبد الرباني التي أثارت موسى وحيرته لم يكن حين فعلها تصدر عن أمره كما قلنا من قبل إنه كان ينفذ إرادة عليا وكانت لهذه الإرادة العليا حكمتها الخافية وكانت تصرفات الخضر تتسم بالقسوة الظاهرة بينما تخفي حقيقتها رحمة حانية لو سمحت ألا تعلم أين جودة؟ إن جودة مريض ولم يأتي إلى العمل اليوم ألا تعلم أين خيمته؟ تعالي تعالي معي نذى بيكي هل حدث لك مكروه؟ إن جودة مريض ولم يفتح دكانه اليوم هيا بنا كي نزوره لقد أفزعتني فزعا شديدا هل علمت مكان خيمته؟ نعم نعم هيا بنا إنها حقا مفاجأة لم أكن أتوقعها لقد أسرت أختي أن نأتي لنزورك بعد أن مرت عليك في الدكان ولم تجدك هناك لم أقدر أن أذهب إلى العمل فعظامي كلها تؤلمني هل ذهبت اليوم إلى البئر؟ ذهبت البارحة بعد أن انتهيت من العمل وهل استحممت؟ نعم هذا هو ما أصابك في عظامك وهل استحمامه يصيب الناس في عظامهم؟ إنك لا تعرفين كيف يستحم وجوده إنه يملأ دلوه بالماء ثم يصبه على رأسه وهو بملابسه أنا لا أستحم إلا بهذه الطريقة وأخبرنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحمة الله علينا وعلى أخي موسى بن عمران لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب العجاب ولكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ماذا بك؟ لا شيء أراك شارد الذهن منذ مدة أفكر أحيانا أن الآلهة تشفق علينا ولهذا لا ترزقنا بطفل لا أفهم ما تقول أقصد أننا لو رزقنا بطفل لكان مصدر تعاساتنا في هذه الصحراء إن الأطفال لا يصدرون التعاسة إنهم يصدرون إلينا السعادة السعادة في هذه الصحراء؟ أننجب طفلا في هذه الصحراء ويكون سعادة لنا؟ إنني لا أستطيع أن أرى ابني جائعا أو ضمآنا وليس في يدي شيء الأفعاله له في هذه الحق معك هذه فقط وبعض الأمور إلا أمور موسى قال الخضر سنبيت ليلتنا هنا وكان الخضر على مشارف القرية التي سيدخلها هو موسى قرية الجدار ترجمة نانسي قنقر سنرى ماذا سيفعل جودا بعد هذا الموقف من أختي لقد وقفت معه وقفة رجل لقد ذهبت في الصباح الباكر إلى الدكان أتمنى أن أراها وهيتعمل بالحدادة وأنا كذلك إذن هيا لنراها هيا قال الخضر لم يعود معي الكثير من الماء هيا لنبحث عن بئر لأملأ منه الجر ما الذي أتى بنا إلى طريق الجدار؟ وماذا في هذا الطريق؟ إن هذا الجدار يكاد يسقط في أي لحظة وهو مرتفع كما ترى وذو أحجار ثقيلة وإن وقع على أحد فسيرضيه قتيلا هيا بنا قال الخضر إنها حقا قرية غريبة لا توجد بئر واحدة في القرية لا يوجد لدينا الآن غير أن نطرق أحد أبواب أهل هذه القرية حتى نملأ منه ماء انتظر يا إسرم ماذا تريد؟ سأذهب معك إلى السوق فلتنتظر أنت مع والدتنا حتى إذا أرادت شيئا جئتها به والدتي أخبرتني أنها ستغفو قليلا هيا نذهب سويا أما زلت خائفا من الجدار؟ بلى إني أخاف أن يقع على أحد ويرديه قتيلا لا عليك فلا أحد يمر من هذا الشارع بسبب الجدار زلنا نصف رتل من الجزر يا أبتاه أهلا أتعرفنا؟ أجل وكنت أعرف أباكما فليرحمه الله لقد كان أبوكما رجلا صالحا يا ليته كان معنا إلى الآن وما بال الجدار؟ أوقع؟ لم يقع بعد لقد شيده أبوكما منذ زمن بعيد قال الخضر لقد فرغت جرتي من الماء هل ما زالت جرتك بها ماء يا موسى؟ وكان موسى كذلك قد فرغ منه الماء الذي في جرته قال الخضر إذن فلقد فرغ منك الماء أنت أيضا يجب أن نبحث عن أحد من أهل القرية ليعطينا الماء من الذي يطرق على بابنا في مثل هذا الوقت؟ هل هذا وقت للتزاور؟ انهد انهد لطرى من التارق؟ ماذا تريدان؟ قال الخضر إننا ضيفاني على قريتكما وقد فرغ مننا الماء والطعام ليس عندنا مام ولا طعام من الذي كان على الباب؟ إنه معابر سبيل جاء ليطلب بعض الماء والطعام وقد أغلقت في وجعهما الباب بعض الماء والطعام؟ حسناً ما فعلت قال الخضر أرأى على وجهك الضيق لا عليك فلنذهب إلى بيت آخر ونطلب منه الماء هي حدثينا عن والدنا يا أمه لقد كان حقاً عبداً صالحاً لهذا لقي حتفه إن أهل هذه القرية بخلاء وخبثاء حقاً لقد كان يعامل كل أهل القرية بالخير إنهم دائماً يتذكرونه بالخير يتذكرونه بالخير ويخافون من جداره نعم فكل أهل القرية يخافون من هذا الجدار ومتى شيد والدنا هذا الجدار؟ منذ زمن بعيد ولماذا شيده؟ لا أتذكر الآن يا ليته يسقط حتى نبتكي شره سيسقط في يوم من الأيام سيسقط لا عليك ما منه اللعنة على هذا البرد يا أبتاه لقد اهترأ قماش الخيمة ولم يعد ينفع معه الرتق يجب أن نجد كماشاً آخر للخيمة من بالباب؟ قال الخضر عابر سبيل لا يوجد عندنا ما نعطيه لك إني أريد بعض الماء فقط لا يوجد ماء عندنا هيا ابتعد عن الماء ولا تطرق عليه مرة أخرى ولم يجد الخضر وموسى أحداً من أهل القرية ليعطيهم الماء إن أهل القرية حقاً بخلاء ولا يضيفون الضيف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة أما بعد فقد هبط الليل على الخضر وموسى وهما في قرية الجدار وقد نفد منهما الماء ونفد الطعام ترجمة نانسي قنقر ألا توجد أخبار عن صديقك قال يوشع من موشي؟ أنا لا أقصد موشي قال يوشع إذن من أتصفين موسى بصديقي؟ أسأل الله أن يجعله صديقي إنه نبي الله يا أماه قال يوشع لن ينفعك من دون الله شيء يا أماه وإنني لبريء مما تشركين وإنني بموسى لمن المؤمنين لقد أتلف عقلك أكثر مما كان بعد أن ذهبت معه إلى هذه الرحلة الغامضة قال يوشع لا لها من رحلة كنت أتمنى أن أظل معه ولا أفرقه أتفضل موسى على أمك يا يوشع؟ قال يوشع إنه نبي الله يا أماه نبي الله؟ ها 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 وأناس مثل أناس قرية الجدار البخلاء الذين لا يعرفون للضيف سبيلا رفضوا كذلك إعطاء أي طعام للخضر وموسى آهن لو يعرفون من هما قال الخضر فلنبت هنا لا يوجد مأوى أفضل من هذا في القرية ونام ليلتهما أسفل الجدار الذي يكاد ينقض نام موسى وهو لا يعلم شيئا عن أمر الجدار ونام الخضر وهو يعلم عن الجدار من علم الله سيأتي المطر على كل شيء سيأتي المطر على كل شيء ترجمة نانسي قنقر 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 لماذا قمت من الفراش وأنت ما زلت مريضا؟ إن الخيمة بما فيها قد ابتلت ولا يوجد مكان جاف نعم لقد كانت ليلة ممترة وعاصفة ألا الأخرى خيمتي قد أصابها ماء المطر شكرا لتعبك معي لا داعي للشكر وسأظل أعمل معك لا داعي للتعب لقد شفيت وأصبحت بخير إذن فلنعمل معا ماذا؟ نعمل معا؟ نعم إني أريد أن أتعلم صنعة الحدادة فأنا قد عاشقت هذه المهنة إنها للرجال فقط وأنا رجل كذلك هيا نهض لتبدأ في تعليم الحدادة يوجد رجلان نائمان أسفل الجدار تبا لقد فرغ البئر من الماء فالأذهب وأبحث عن بئر آخر به ماء ماذا يفعل هذا الرجل؟ إنه يشيد الجدار من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا ما هذا؟ ما الذي يفعله هذا الرجل الغريب؟ إنه غريب عن أهل بلدتنا ورأى موسى ما فعل الخضر وتعجب هل يترى سيسأله لماذا فعل هذا؟ أم سيصمت إلى أن يخبره الخضر؟ أم سيصمت إلى أن يخبره الخضر؟ قال الخضر حمدا لله لقد أعاد الرجل الغريب بناء الجدار مرة أخرى بعد أن كاد يسكت يا أمي إنه حقا أمر عجيب إني أريد أن أرى هذا الرجل قال الخضر لقد أتعبني حقا إعادة بنائه حمدا لله إنها حقا رحلة عجيبة لعبد أعجب وللمرة الثالثة يتسرع موسى ويتحدث مع الخضر ويقول له لو شئت لاتخذت عليه أجرى وهنا قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك يا موسى هذه هي المرة الثالثة وهنا كان الفراق بين موسى والخضر بعد أن حكم موسى على نفسه بأنه إذا سأله سؤالا آخر قبل أن يخبره به الخضر فسيكون هذا فراقا بينهما وعبد مثل موسى نبي ورسول ويؤمن بوحدانية الله يجب أن ينفذ ما قال لقد حكم على نفسه ووجب الحكم عليه هذه هي شريعة الله لقد نظر موسى إلى الجدار على أنه جدار عادي في قرية للبخلاء الذين لا يعرفون لابن السبيل طريقة الجدار الذي في القرية التي أغلق جميع سكانها الأبواب في وجههما وقبل هذا رفضوا إعطاء الماء لهما وكذلك الطعام وكان على موسى أن يقولها لو شئت لاتخذت عليه أجرى إنها مشيئة الله يا موسى وهنا كان لزاما على الخضر أن يفسر لموسى كل ما كان من أمره لم تصبر يا موسى وسأنبيئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبره شكرا 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 سفينة الظنظرق إنها سفينة الخاربة لا تصلحُ كي تكون في أسضول الملك هيا Awesome! worm ميلاس ميلاس لقد حملت يا ميلاس ماذا؟ نعم لقد حمل أتفقد أتمنى أن يكون حاله أسعد من حال حسنت رحمك الله يا ولي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الظاهر الباطن الولي اللهم صل على محمد عدد أنفاس خلقك وألفاظهم وصل على محمد عدد كل نسمة خلقتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة أما بعد وكما رأينا كيف عمل الخضر على إقامة الجدار مرة أخرى وكيف تعب واشتهد وهو ليس معه طعام ولا ماء تعب في إقامة الجدار مرة أخرى حقا إنه لشيء عجاب قال الخضر لم تصبر يا موسى وسأنبيئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا شكرا هيا أسرعوا المياه غمرت السفينة السفينة إنها سفينة خريبة لا تصلح كي تكون في أسطول الملك هيا هيا بصمع هيا أسرعوا قال الخضر وهذا الثقب من رحمة ربي وأما ثاني المهام حسنود الغرب أسرعوا الملك ميلاس ميلاس لقد حملت يا ميلاس ماذا؟ نعم لقد حملت أتمنى أن يكون حاله أسعد من حال حسنود رحمك الله سيرهق والديه المؤمنين طغيانا وكفرا قتلت الغلام الكافر بأمر من الله وأبدلهم الله عنه خيرا منه زكاة وأقرب رحمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة هي آخر ما سيجمعنا مع بعضنا البعض يا موسى بعد أن زادت عليهم قصتك يا نبي الله يا موسى إن الناس معذبون في الدنيا على قدر همومهم بها أتلومني على خرق السفينة مخافة غارق أهلها ونسيت نفسك حين ألقتك أمك في اليم وأنت طفل رضيع فحفظك الله مخافة غارق أهلها يا رب إني سأفعل ما أوحيت به إلي وإيماني بك هو ما يدفعني إلى فعل ما يعتبره الناس جنونا يا رب لقد آمنت بك فأنت رب جدنا إبراهيم ورب إسحاق ويعقوب وإسماعيل أسألك أن تعيد إلي يا ابني يا سالب ثبت قلبي ثبت قلبي يا رب يا من جعلت النار بردا وسلاما على جدي إبراهيم اجعل الماء أمنا وأمانا على ابني يا رب قال الخضر وتلومني على قتل الغلام الكافر بأمر من الله ونسيت نفسك حين قتلت المصري بغير أمر من الله أدركني أدركني يا موسى من بطش هذا المصري أدركني فوكزه موسى فقضى عليه قال الخضر وتلومني على إقامة الجدار بلا أجر ونسيت نفسك حين سقيت لابنتي شعيب محتسبا أجرك عند الله وبعد أن رفع الصخرة بمفرده والتي لا يقدر على حملها عشرات رجال سقى لهما أغنامهما ثم ذهب إلى الشجرة يستظل بظلها وبعد أن فطن موسى لكل ما حدث وعلم حقا أن الخضر أعلم منه وأنه كان يفعل كل شيء بأمر من الله الذي لا يضر أحدا من عباده قال له أوصني قال الخضر سأوصيك يا موسى لا تكن مشاء في غير الحاجة وإياك واللجاجة ولا تضحك من غير سبب ولا تعير الخاطئين بخطاياهم وابكي على خطيئتك ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد يسر الله طاعته عليك يا موسى وداعني يا موسى وداعني يا نبي الله اشتركوا في القناة لقد تعلم موسى من الخضر شيئين ألا يغتر بعلمه في الشريعة فهناك علم الحقيقة وألا تجهم قلبه لمصائب البشر فربما تكون يد الرحمة الخالقة تخفي سرها من اللطف والإنقاذ والإيناس وراء أقنعة الحزن وآلام الموت هذا هو الدرس الذي تعلمه موسى رسول الله وكليمه من هذا العبد المضثر بالخفاء لقد خرجت شخصية هذا العبد الرباني من ضباب الزمن ثم عادت تختفي كما جاءت في ضباب الزمن واكتشف موسى بعد أن مضى الخضر أنه اطلع على بحر جديد من العلم ليس هو بعلم الشريعة الذي شارب منه موسى نحن أمام بحر الحقيقة هنا أمام القضر الأعلى أمام هذا العلم التجريبي الذي لا نعرفه على الأرض نحن أمام نوع من علم جديد لا يعرفه إلا من أعطي من لدن الله علما قال يوشع قلت لك مرارا إنني لا أشرب الخمر وهل في بني إسرائيل من لا يحب الخمر؟ إنها لذيذة أنا إنك يوشع منذ عرفتك تختلف عن باقي بني إسرائيل وفيما أختلف؟ لا تشرب الخمر لا تلعب النار وتؤمن بموسى إنني لا أشرب الخمر لأنها تذهب العقل بل قل إنها تصحصح العقل بسم الله الرحمن الرحيم بسم المتعالي البر التواب المنتقل اللهم صلي على محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أن تخلقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وعاد موسى أدراجه عائدا إلى بني إسرائيل عاد بعد الرحلة العجيبة التي جمعته مع الخبر عاد بعد أن علم أشياء لم يكن يعلمها من قبل شكرا للمشاهدة 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 لا تش Trent اشتركوا في القناة وأنه يلعب في بطنك أيضاً سيعتبر والدة الغلام حسنود المقتول أن كارثة قد داهمتهما لقتل وحيدهما غير أن موته يمثل بالنسبة لهما رحمة عظم فإن الله سيعطيهما بدلاً من غلاماً يرعاهما في شيخوختهما ألا تلاحظين اهتمام هارون بنا هذه الأيام؟ أكثر من ذي قبل؟ بلى، ولكن لماذا كل هذا الاهتمام؟ لا أعلم، ألا تلاحظين شيئاً غريباً آخر؟ ما هو؟ أين موسى؟ صحيح، أين هو؟ لا أعلم، ولكنني أفكر في شيء وما هو هذا الشيء؟ هل هرب موسى وتركنا لهارون؟ ماذا؟ هرب؟ نعم، لقد هرب موسى وتركنا مشردين في الصحراء وسيلحق به هارون إنهم يهربون الواحد وراء الآخر واكتشف موسى بعد أن مضى الخضر أنه اطلع على بحر جديد من العلم ليس هو بعلم الشريعة الذي شارب منه موسى نحن أمام بحر الحقيقة هنا أمام القدر الأعلى أمام هذا العلم التجريبي الذي لا نعرفه على الأرض نحن أمام نوع من علم جديد لا يعرفه إلا من أعطي من لدن الله علما ماذا تفعلين؟ ما الذي فعل بك هذا؟ كنت أحمل الحطبة مع جودة وهل عاد جودة إلى العمل؟ نعم هل تم شفاءه؟ إلى حد ما إذن فلا تذهبي إليه مرة أخرى ما دام قد تم شفاءه ماذا؟ لقد عرضت علي أن أعمل معه ووافق وهأنا كما ترين قد عملت معه اليوم إني خائفة عليك منه ومن بني إسرائيل جودة؟ لا جودة ليس منه خوف أما بني إسرائيل فيتكلمون على كل الناس وإذا تحدث منهم أحد عليه فسوف أعلمه كيف يصون لسانه ووصل موسى بسلام إلى بني إسرائيل لقد سرق النص كل ما وقعت عليه أدوه ومتى حدث ذلك؟ البارحة عندما ذهبت للسوق ولم أكتشف السرقة إلا في الصباح آه إذن لقد كان يراقبك نعم كان يراقبني جيداً لو عرفت من هو السارق فسوف أهجم عطامه وأجعله يندم على سرقتي هل أخبرت موسى؟ وما علاقة موسى بهذا؟ أليس في وصاياه؟ لا تسرق؟ ومن الذي يفعل ما في الوصايا؟ هل تفعل أنت ما في الوصايا؟ لا لقد تعلم موسى من الخضر شيئين ألا يغتر بعلمه في الشريعة فهناك علم الحقيقة وألا تجهم قلبه لمصائب البشر فربما تكون ويد الرحمة الخالقة تخفي سرها من اللطف والإنقاذ والإيناس وراء أقنعة الحزن ألا ترى أن موسى قد تغير؟ نعم أرى ذلك ماذا رأى موسى في هذه الرحلة؟ أنا مشتاقة لأعلم كل شيء عن هذه الرحلة وعن الخضر وأنا أيضاً وانتهى موسى من خطابه الرائع وكان بنو إسرائيل جميعاً معجبين بالحديث الذي لم يسمع مثله من قبل وجدته قادماً إلي يجري فأسرعت وأمسكت به وخبأته أسفل جلبابي وجئت به لنأكله معاً إنك نعم الزوجة ولماذا لم تسألي عن صاحبه يا أمه؟ يا غبي أنا لو سألت أي عبد من بني إسرائيل سيقول إنه ملكي إنك ما زلت صغيراً يا والدي على فهم بني إسرائيل ولكن هذه سرقة وطورات موسى تمنع السرقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى أين؟ لقد عاد موسى لقد عاد موسى أخيراً عاد موسى اسمتي اسمتي قليلاً وتوقفي عما تفعلين ولماذا أصمت؟ إذا أردنا الحق فمن سيصمت هو أنت لا أنا لماذا تدافعين عن موسى هكذا آيتها المرأة؟ لقد قلت لك سيعود موسى وقلت لن يعود وعاد فلنكتفي بهذا القدر من النقاش ونعود لحياتنا زين لي رتلاً من السمك أيها السياد ولكن قبل أن تزن أريد أحداً يوصله لي حتى خيمتي نقول يوشع سأجعل موسى يهتم بأمرك وهل ميت أنا؟ من؟ فانوس؟ أجل يا سيدتي إنك حقاً غريب الأطور هيا زين السمك وسأوصله أنا بنفسي للسيدة بريام ألن تتوب عن هذه الطريقة في الاستحمام؟ لقد إن رأيتك مرة أخرى تفعل هذا الأمر فلن أحدثك أبداً لماذا تهتمين بها كذا؟ ماذا؟ اهتمام؟ لأنك معلمي وأستاذي في مهنة الحدادة فقط؟ فقط إذن فلتخبري أختك أنني سأزورها اليوم قبل غروب الشمس تزورها؟ ماذا؟ أختي؟ ماذا تقصد؟ لماذا؟ كي أطلب يدك منها حقا؟ حقا؟ لن أجد في نسائي بني إسرائيل من هي أنسب منك لتزوجها هيا، اذهبي إلى أختك وأخبرها بما قلت نعم، نعم، سأخبرها حيلاً لقد اكتشفت فجأة أني أحبها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 اشتركوا في القناة ما هي معنا؟ إن موسى عند الشاطئ ويريدنا فيهم ألا يمل موسى أبداً؟ ماذا يريد هذه المرة؟ لا تسأل كثيراً وهيا معنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وما يزال موسى يعظ ويعظ بالجنة التي جعلها الله للمتقين وما زال يؤكد على وحدانية الله ويحذر من الإشراك به وما يزال يشدد عليهم وينصحهم بالعمل بما جاء في كتاب التوراة وما يزال العبيد كما هم وتدور الأيام ويحمل على الأكتاف في نعش من كان البارحة يسير على قدميه وسط العبيد وتفنى عبيد وتولد عبيد ويشب الصبية في التيه وينتهي جيل ليخرج جيل ينتهي جيل عبادات الأصنام الذين قولوا لموسى جعل لنا إلها ويصعد جيل التيه الذي لم يسجد للأصنام لا تبكي لا تبكي يا زوجة العزيزة يؤلمني فراقك أيها الغالي كلنا سنموت ولكني لا أريدك أن تموت إنها أجال يكتبها الله اقتربي اقتربي إن عينيكي جميلة جدا لا جودة لا تتركني يا جودة لا لن أستطيع العيش بدونك في هذه الحياة جودة جودة كيف حال أختك اليوم؟ ما زالت تبكي على جودة حظها سيء لم تمر عدة سنوات على زواجها ومات زوجها حقاً إنها قليلة الحظ من الغد ستنزلون إلى السوق لتعملوا معي ماذا؟ إنهم ما زالوا صغاراً لقد زاد الحمل علي ويجب أن يساعدوني في العمل أطفالي لن ينزلوا إلى السوق إنهم ما زالوا صغاراً وهل سأظل أنا أعمل بمفردي؟ سأنزل أنا معك غداً إلى السوق لن أترك أطفالي أبداً يعملون وهم في هذه السن المبكرة وأوحى الله تعالى إلى موسى إني متوف هارون ومات هارون لقد مات من كان موسى يجدد به أزرة ويشركه في أمره لك الله يا موسى وأخبر موسى العبيد بأمر هارون لأن الله قد قبض روحاً موسى ماذا؟ مات هارون؟ مات هارون؟ يا ويلي لقد مات هارون الطيبة يا ويلي لقد مات هارون الطيبة فليرحمك الله يا هارون فليرحمك الله يا هارون وفزع العبيد وحزنوا على فراق هارون لأنهم كانوا يحبونه بسبب طيبة قلبه وصبره عليهم كفى بكاءً لقد مات هارون إنني حزين أنا الآخر عليك فليرحمه الله إنه كان طيب القلب ولم يغضب أحداً من العبيد قط قد كان حقاً إنساناً طيب القلب لقد كنت أحبه أنا الآخر لقد خسرنا كثيراً بموت هارون نعم خسرنا كثيراً ألم تكفي عن البكاء؟ لا أستطيع فكلما تذكرت هارون أبكي بشدة معك حق لقد كان عبداً طيباً نعم لقد كان طيب القلب كل ما أفكر فيه الآن هو موسى مات من كان شد أزره لك الله يا موسى لك الله مات من كان سنداً له إني أخاف على موسى فلم أره حزيناً هكذا من قبل رأيته اليوم كان شارداً ولم يتحدث إلينا كما كان معهوداً عنه فليرحمك الله يا هارون وليصبرك يا موسى فليرحمك الله يا هارون وليصبر قلبك يا موسى هكذا أصبح موسى وحيداً بعد موت هارون لقد مات من كان موسى يجدد به أزره ويشركه في أمره لك الله يا موسى 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 اتركوا موسى أيها الأطفال لا تعطلونه موسى تفضل تفضل يا نبي الله صحبتك السلامة لم أره حزيناً هكذا من قبل هل أذهب وآتي لك بعد قليل؟ لا لا انتظر فإني قد انتهيت من السيف تفضل تفضل ها هو إنه سيف قوي حقاً خالتي يا خالتي خالتي أهلاً 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 بأولادي وأحبائي اشتقنا إليك يا خالتي وأنا كذلك اعتعتم بمفردكم؟ لا أمي آدية ماذا بك يا أختها؟ إلى متى يا موسى ستظل العبيد تجادلك وتكذبك؟ لا تكستخدمي لا عليك من أولادك إنهم في رقبتي إلى أن أفارق هذه الحياة أنا لن أسمح بأن تحملي هم أطفالي وأنا وأبوهم على قيد الحياة لا تعقدي الأمور فأنا أعيش وحيدة ودخلي جيد ولم يرزقني الله بأطفال لقد عرضت عليه أن أعمل في السوق وبعد أن وافق رفض غيرة منه علي من العبيد وهل هذا يحزنك؟ نعم نعم يحزنني جدا بعد أن صمم على أخذ أطفالي معه إلى السوق سوف أقابله أنا وأعرض عليه ما اتفقنا علي أنا وأنت بخصوص الأطفال لا تقلقي سأقف بجانبكما إلى أن يسلح الله حالكما لقد شربت ثلاثة كؤوس وها هو ثمنهم لقد شربت أربعة يا لس ولكن الكأس الأولى لم يعجبني مذاقها لقد كانت مخشوصة أنا لا أبيع الخمر المخشوش هيا أعطيني ثمن الكأس الرابعة ألم تسمعي بما حدث البارحة في حانة الكأس؟ لم أسمع بشيء ما الذي حدث في الحانة؟ لقد هجمت الذئاب على العبيد وهم فيها ماذا؟ هجمت على العبيد؟ وماذا فعلت معهم؟ لقد اختتفت عبدين من بني إسرائيل يا إلهي إنه أمر مفزع حقا يقولون إن الذئاب كثرت في الصحراء من الذي يقول هذا؟ كل العبيد بسم الله الرحمن الرحيم باسم المقصة الجامع الغني المغني اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك هكذا أصبح موسى وحيدا بعد موت هارون لقد مات من كان موسى يجدد به أزره ويشركه في أمره لك الله يا موسى ها من الذي سيأتي معي؟ أجننت أتريدنا أن نخرج إلى الصحراء لنصطاد الذئب؟ وماذا في هذا؟ مزيد من الضحايا إن أقواسنا معنا إذا أردت أن تذهب فلتذهب بمفردك إنها رحلة مدفوعة الأجر ماذا؟ سيدفع لنا أحد الأغنياء وزن رأس كل ذئب نصطاده ذهبا حقا؟ ها من سيأتي معي؟ مصائب قوم عند قوم فوائده ماذا تقصدين؟ لولا الذئاب التي اختطفت بعض العبيد في الصحراء لما وفقت أن يبقى أولادنا في البيت وهل كنت تظنين أني سألقي بأطفالي إلى التهلكة؟ أخبرك شلوم بما يريد عمله؟ أجل أتجيب بكل سهولة بنعم بدلا من أن تمنعه من الذهاب إلى الصحراء؟ إنه لم يعد صغيرا أهذا لا يمنعه من أن يتصرف أحيانا تصرفات خاطئة؟ دعيه يجرب وماذا إن حدث له مكروه؟ إن كان قد حدث له مكروه فلن ينتظر المكروه حتى يخرج شلوم من الصحراء إنما كتب قد كتب أراك تتحدث مثل موسى؟ وهل يوجد في العبيد مثله؟ لقد أفسد عقلك بعد كل هذا العمر يا ليتني فهمته من البداية إنه حقا رجل عظيم لقد أفسد موسى حياتي كلها موسى لم يفسد حياتكم أيها العبيد أنتم من أفسدتم حياتكم بأيديكم إن موسى نبي الله ورسوله بعثه الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الوحدانية هو رسول الله بعثه رحمة لكم ولكنكم قوم تجهلون ماذا؟ ماذا بك؟ لماذا تبكين؟ إن زوجي قد تغير معي دائما ما يكون مشغول البال ولا يتحدث إلي دائما يجلس وحيدا ويقرأ في التوراة لا تغضبي فزوجك يحبك ولكن يوجد في حياته حب أقوى من حبه لك حب الله الله الذي جمع بين قلبيكما أخشى أن يكون قد أحب فتاة أخرى فأنا أحبه لماذا تبكين؟ لي شيء إنها غاضبة منك تقول إنك تغيرت معها أنا لم أتغير دائما أراك شيرد الذهن ولا تتحدث إلي كما كنت سابقا إني أفكر في أمر موسى وكلما تذكرت ما كنت عليه أنا وأنت قبل الإيمان أحزن أرأيت؟ أرأيت أنه لم يتغير؟ أنا أحبك ولا أحب امرأة غيرك اطمئني ولكن يا زوجتي يوجد حب أقوى وأعظم حب الله حب الله لن تستطيع هزيمتي سأهزمك وسأكسب الرهان وأبارز بعدك هذين العبدين إذن هيا أيها البطل أريني كيف ستصد دربات سيفي تريد أن تهزمني أنا أنا الذي استطدت الذئاب أنسيت هذه الرحلة يجب أن ينساها لأنه لم يستطد شيئاً لقد استطد كل منا ذئباً وهو واقف يحمل الشعلة لقد كنا أربعة وكانوا ثلاثة ذئاب لقد أسرعتم باستيادها قبل أن أجهز قوسي ولكنك أكثر ما حظاً حملت الشعلة وأخذت ربع الذئاب الذي كان وزنه رؤوس الذئاب الثلاثة إنكم أصدقاء سيئون وكان حلم موسى ما زال يراوده حلم فتح بيت المقدس وما يزال موسى يعظ ويععد بالجنة التي جعلها الله للمتقين وما زال يؤكد على وحدانية الله ويحذر من الإشراك به وما يزال يشدد عليهم وينصحهم بالعمل بما جاء في كتاب التوراة وما يزال العبيد كما هم عبيد يا سارة هيا يا سارة ألا تصبر أبداً على الطعام؟ إني أعمل منذ الصباح تعمل؟ أم تتدرب للقتال؟ التدريب يأتي بعد العمل لقد أخبرتني والدتك أنك ستخرج إلى الحرب إن دعى موسى إليها أجل أتريد أن تذهب لتموت وتيتم طفلي الذي لم يولد بعد وهل سنظل في هذه الصحراء إلى الأبد؟ إن الحرب أهون من هذه الصحراء وماذا إن خسرناها؟ لن نخسرها ما دم معنا موسى يا سارة لا تكرر الخطأ الذي فعله آباؤنا من قبل حينما قالوا لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون يا زوجتي إني أريد أن يكون لابني وطنا لا أريدها أن يولد في التيه كما ولدنا نحن أهلا 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 أحبائي إني غاضبا منك يا خالس وماذا فعلت لك كي تغضب مني؟ وأنا كذلك غاضب وماذا فعلت كي تغضب مني أنتم الاسنان؟ وأنا كذلك غاضب منك لقد اتفقتم علي جميعا لا بأس هيا خبروني ماذا يغضبكم مني؟ أتعمل خالتي بالحدادة؟ ولا يمتلك كل واحد منا خيفا؟ ماذا؟ ماذا؟ أتريدونا سيوفا؟ نعم نريد سيوفا وماذا ستفعلون بالسيوف يا فرسين؟ سوف نذهب مع موسى لفتح بيت المقدس ما هذا الكتاب الذي في يدك؟ طورات موسى لم نجني من وراء موسى إلا طوراته ويا ليت بني إسرائيل يفعلون بما جاء فيها إن سارة زوجة شالوم قد حدثته عما قلته لها عن فتح بيت المقدس وماذا قال لها؟ لقد أخذها في صفه هؤلاء الفتية هم من يستحقون دخول بيت المقدس حقا أبعد كل هذه السنين نعود لنتحل بيت المقدس مرة أخرى يا ليتانا دخلناها من زمن عندما أمرنا موسى بدخولها أما الداعي لدخولها الآن لقد أفنيت أجمل أيام عمري في الصحراء ما زال في العمر بقية يا صاحبي لكن ما تبقى ليس مثل مذهب إذلني أريد أن أموت وأنا أرى وطن بني إسرائيل أمامي لا أريد أن أموت في التيه أماذا إن لم يوفق موسى في دخول بيت المقدس ماذا سنفعل ساعتها ستكون النهاية وسيكتب علينا العيش في الصحراء إلى أن يجيء الموت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد وتدور الأيام ويحمل على الأكتاف في نعش من كان البارحة يسير على قدميه وسط العبيد وتفنى عبيد وتولد عبيد ويشب الصبية في التيه وانتهي جيل ليخرج جيل ما هذا الكتاب الذي في يدك؟ طورات موسى لم نجني من وراء موسى إلا طوراته ويا ليت بني إسرائيل يفعلون بما جاء فيها إن سارة زوجة شالوم قد حدثته عن ما قلته لها عن فتح بيت المقدس وماذا قال لها؟ لقد أخذها في صفه هؤلاء الفتية هم من يستحقون دخول بيت المقدس حقاً وهل تصدق أن موسى سيفتح بيت المقدس؟ إنك طيب حقاً ولم لا؟ ليس لدينا السلاح الكافي لغزو أهل بيت المقدس هل نسيت أن موسى قد انتصر على فرعون من دون أن يرفع سيفاً في وجهه؟ لقد مضى زمن الأساطير إنها ليست أساطير إنها معجزات موسى من الله وسانتصر موسى هذه المرة ويفتح بيت المقدس بعون الله وبيد هؤلاء الفتية الشجعان ويقول العلماء إن موسى عمر مئة وعشرين سنة في الأرض ثم مات موسى ترجمة نانسي قنقر قال يوشع لقد مات موسى مات موسى مات 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 موسى مات موسى مات موسى 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 وإ Se chops موسى مات بريد موسى مات pas موسى موسى وحسرته عليك يا موسى وحسرته من لنا بعدك يا موسى وحسرته لقد ضعنا من بعدك يا موسى مات هارون ثم أنت يا موسى ولكل شيء النهاية والإنسان ولد ليموت والأنبياء بشر ويجري عليهم قانون البشر عندما جاء اليوم الذي ساموت فيه موسى يحدثنا أبو هريرة عن هذا اليوم من لسان أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك فلطم موسى عين الملك ففقأها فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وفقأ عيني فرد الله عليه عينه وقال ارجع إلى عبدي وقل له آل حياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بعدد كل شعرة لمستها من ظهر هذا الثور كل شعرة لك بها سنة وذهب ملك الموت إلى موسى وأخبره بما قال الله له فقال له موسى ثم ماذا؟ قال ملك الموت تموت فقال موسى الآن من قريب واختار موسى الموت ولكن لا يست happened to him وقال له موسى الآن من قني cu Chairman وكان من قريب قال يا ربي فادنني من الأرض المقدسة رمية حجر أي أريد أن أدفن قريبا منها وقال رسول الله لصحاباته عن قبر موسى لو كنت عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر فقد دفن موسى حقا في هذا المكان قف عن البكاء يوما يا يوشع قال يوشع إنه نبي الله يا موشي كان يريد أن يدخل بنا بيت المقدس وكلما تذكرت هذا الأمر دمعت عيناي من الحصرة على حلم موسى ويوشع هذا فتى موسى الذي ذهب معه في رحلته للبحث عن الخضر وهنا يحكي القصص عن يوشع ويقول فلما انقضت أربعون سنة على موت موسى بعث الله يوشع بن نون نبيا فأخبرهم أنه نبي الله إليهم وأن الله قد أمره بقتال الجبارين فصدقه بني إسرائيل وبايعوه فتوجه ببني إسرائيل إلى بيت المقدس فتوجه ببني إسرائيل إلى بيت المقدس فأحاط بالمدينة ستة أشهر فلما كان في الشهر السابع نفخوا في القرون وصاحوا صيحة واحدة فسقط صور المدينة وفي يوم الجمعة نظر يوشع بالشمس وقد اقتربت من الغروب وكان في شريعة بني إسرائيل ألا يعمده يوم السنة نظر يوشع للشمس وقال لهذا إنك مغنورة اللهم احبسها علينا فحبستك حتى فتح الله عليك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي يسافر إلى بيت المقدس شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة وهكذا انتهت قصتنا بالتمام والكمال وهذا ما كان من قصة موسى نبي بني إسرائيل ورأينا كيف أنه حقا نبي من أولي العزم من الرسل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خلقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وتذكر موسى وتذكر موسى حين حضرته الوفاة ما حدث له من لحظة ميلاده إلى أن وافته المنية تذكر موسى تذكر موسى كل شيء منذ ولادته وتذكر ما فعلته أمه حينما أوحى الله لها أن تلقي به في اليم وبعد أن وصل موسى إلى قصر الفرعون أخبره الكهنة بوجود طفل داخل صندوق زرع الله في قلب السيدة آسيا زوجة فرعون حب موسى وقالت لفرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وتوسلت إليه حتى تركه يكبر ويعيش مع فرعون في القصر وحرم الله على موسى جميع المرادع فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق وكبر موسى وتربى في قصر الفرعون ولكن الإيمان كان في قلبه فكان يحب العدل ويحزن لما يفعله فرعون مع عبيد بني إسرائيل وكان يميل إلى جانب الفقراء منهم ودائما ما كان يدافع عنهم ونرى موسى وهو يدافع عن العبد ويبعد المصري عنه فيوكزه بعيدا عنه فيقع المصري قتيلا وانتشر الخبر وعلم فرعون من الذي قتل المصري فأمر بأحضار موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يحذر موسى من فرعون وملئه فترك موسى مصر وهرب إلى مدين التي تخرج عن سيطرة فرعون ودخل مدين وقابل ابنتي شعيب وجاءت إحدى الابنتين تدعوه لكي يقابل أباها وتزوج موسى من أحدى الابنتين وعاش في مدينة عشرة أعوان وبعد أن أتم موسى العشرة أعوان صار بأهله عائدا إلى مصر وفي طريق العودة كلمه الله وأنزل عليه رسالته وأمره أن يذهب إلى فرعون وذهب موسى وهارون إلى فرعون وملئه وأخبره بما أوحى الله إليه ويرى فرعون معجزة العصى واليد وظهر قارون في الأحداث ورأينا كيف كان يتباهى بالغنى وبذهبه فخسف الله بقارون الأرض أمام أعلم الناس وأرسل الله إلى فرعون المعجزات الواحدة تلو الأخرى الجرات الذي أكل المحاصيل فانتشر الجوع ثم القمل والضفادع والدم وعتش فرعون وقومه ثم بعد ذلك التمس على الأموال وجمع موسى بني إسرائيل وأخبرهم بما أوحى الله به إليه أن يسري بهم خارج مصر وعلم فرعون بما فعله موسى فأمر بجمع الجيوش وأمرهم أن يخرجوا وراء العبيد وهو على رأس الجيش وتوسلت السيدة آسيا إليه كثيرا كي يبقى ولا يخرج حتى أمر جنوده بتعليقها على الأوتاد لأنها كفرت به وآمنت برب موسى وجاءت المعجزة الكبرى أمر الله موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق وكان كل فلق كالطوضي العظيم ومر بني إسرائيل بسلام وأمر الله موسى أن يترك البحر رهوا لأن هؤلاء الجند مغرقون وبدأ قوم موسى في العناد والتخلف عن أمر موسى الذي أوحى الله به إليه وبعد أن أنقذهم الله من بطش فرعون سألوا موسى أن يجعل لهم إله فصدم موسى مما سمع منهم وهكرهم بأن الله نجاهم وما زالوا كما هم يشككون في كل شيء وذهب موسى للقاء الله وترك هارون كي يخلفه في بني إسرائيل ولكن القوم استضعفوه وتطاول عليه وظهر السامري في الأحداث وأقنع العبيد أن يجمعوا ذهبهم حتى يجعل لهم الإله الذي كان يطلبون من موسى رؤيته فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا وأخذ برأس أخيه يجره من رأسه ولحيته ودافع المؤمنون عن هارون ثم عاتب موسى السامري وحكم عليه بالنبو ودمر موسى العجل الذهبي وأمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم جزاء لما فعلوا فتوسل العبيد إلى موسى أن يسأل الله أن يعفو عنه ولما هدأ عن موسى الغضب أخذ الألواح وأخبر بني إسرائيل بما فيها من تعاليم ولكن العبيد كما هم سألوا موسى أن يجعل لكل واحد منهم نسخة من الألواح فرفع الله الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظل فسجدوا لله وقبلوا ما في الألواح وأمر الله موسى أن يختار من العبيد سبعين رجلاً ليكونوا شهداء ولا يشككوا في شيء وسمع السبعون رجلاً صوت الله ولكنهم لم يصدقوا وطلبوا من موسى أن يروا الله فأخذتهم الصاعق ودعى موسى ربه أن يرحمهم فردهم الله إلى الحياة مرة أخرى ليكونوا شهداء للقوم على أنفسه هؤلاء هم بنوا إسرائيل ورجعوا مرة أخرى إلى القوم ليخبروهم بما حدث ولكنهم لم يصدقوا إلا قليلاً منهم وأمرهم الله بالذهاب إلى بيت المقدس ليفتحوها وأن يحاربوا ويدخلوها ولكنهم استكبروا وسخروا من موسى وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلاً إنا هاهنا قاعدون فحكم الله عليهم بالتيه أربعين سنة أربعون سنة يتيهون في الأرض وأنزل الله عليهم في التيه المعجزات فأضلهم الغمام من أشعة الشمس وأنزل الله عليهم المن والسلوة ولكن العبيد كما هم عبيد مل العبيد من طعام المن والسلوة وطلبوا من موسى وطلبوا من موسى الفول والعدس وأخبرهم موسى أنهم إذا أرادوا ذلك فلينزلوا إلى أي قرية وطلبوا من موسى أن يجعل لكل عشيرة ما شربهم من الماء فأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عين وخطب موسى في بني إسرائيل يوما وأجاد وسأله أحد العبيد وقال له إنه أعلم أهل الأرض جميعا فأجاب موسى بنعم دون أن يرد العلم إلى الله وساق الله عتابه إلى موسى وقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون في رحلته لملاقات هذا العبد وحدثت المعجزة ودبت الحياة في السمكة وكانت هي العلامة على مكان الخضر وقابل موسى الخضر وطلب منه أن يستحبه في رحلته ولكن الخضر قال له إنك لن تستطيع معي صبره وبدأت الرحلة وركب السفينة وإذا به يخرقها قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها قال له خضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وتستمر مسيرة موسى مع الخضر وألتقي الخضر بغلام فيقتله قال له موسى أتقتل نفسا زكية قال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا وحكم على نفسه أنه إذا سأله عن شيء بعدها فلا يصاحبه وتستمر مسيرة موسى مع الخضر حتى يلتقي الخضر بالجدار الذي في قرية البخلاء الذين لم يعطوا لهما الماء فأقام الجدار قال له موسى لو شئت لاتخفت عليه أجره قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك ويشرح له الخضر أسباب ما فعل ويعود موسى إلى قومه وقد تعلم من الخضر الكثير ثم مات هارون عليه السلام ثم يتوفى موسى عليه السلام بعد أن بلغ رسالة ربه إلى بني إسرائيل وهكذا تنتهي قصة واحد من أولي العزم النبي موسى عليه السلام